اشتركوا في القناة في هذه المحاضرة إن شاء الله حنتعرف على ديفينيشن للكولد أوتو إمين هيموليتك آنيميا طا frequالفسيولودي لاب دابيانوسيس والمتريكي قبل ما أبدأ في الكولد أوتو إمين هيموليتك آنيميا كهيموليتك آنيميا إحنا بنقسمها في أوتو إميون وفي ألو إميون وفي عملية دراج إنديوز آنيميا الألو إميون في معنى كولد وفي معنى الوارم وفي معنى عملية البراكسيما الكولد هيموغلوبين يوريا والألو إيميون فيه معنى transfusion reaction وفيه معنى hemolytic disease of neopore هذا كلهم حتكلم عنهم إن شاء الله في نهاية الورم بإذن الله عز وجل طيب الآن تعالوا نعرف الديفنيشل للقول autoimmune hemolytic anemia ما هو هو عبارة عن أنيميا هذه الأنيميا ناتجة عن auto antibodies الauto antibodies من نوع IgM هذا الauto antibodies اللي من نوع IgM بيعمل aggregation وdistraction للRPC عند أربع درجة مأوية و20% من autoimmune hemolytic anemia ناتجة عن قضية الcold autoimmune hemolytic anemia طيب عاوزين نعرف الباثوفيسيولوجي أول شي نتفق على نقطة مهمة جدا إنه عند أربع درجة مأوية في الcold يحصل عملية attached للRPC الIgM يعمل attached للRPC وعند 37 درجة مأوية يحصل detattached هذه نقطة مهمة جدا طيب كيف بالنسبة للباثوفيسيولوجي هل نسأل سؤال من فين جاءت الIgM هذه من فين جاءت الطريق الأول للIgM قد يكون infection مثل المايكو بلازما نيموني أو أو قضية زي عملية لنفومة دول كلهم بيطلعوا قضية الأوتو أنتيبوديز اللي هو IgM وهنا نقطة مهمة جدا لابد ننتبه لها ساعات ممكن يجي المريض بقضية lung infection لأن عنده مايكو بلازما نيموني فيحصل عنده lung infection مصاحب لهذه lung infection cold autoimmune هيمونيتك أنية لأنه بتطلع عن تيبوديز اللي هي الcold أجلوتنين اللي هي من نوع IgM ضد قضية المايكو بلازما نيموني طيب النقطة جدا مهمة هذه نسميها إحنا سكندري وبالتالي في أي عملية cold autoimmune هيمونيتك أنيمية أول نفتش على السكندري هل عنده infection هل عنده مريغلانسي ما حصلناش على طول يكون في بالنا إنه في primary وهو idiopathic ويمثل نسبة كبيرة يمثل 50% النقطة الثانية في الباثوفيسيولوجي إنه area exposed the cold هي اللي بتإفكت يعني زي fingers زي nose زي ape وده منطق لأنه الأطراف دي هي حتكون باردة أول طريقة في قضية الباثوفيسيولوجي إن l-Igm حيحصل له attached على RPC عند cold وبالتالي دايما نقول إحنا في extremities هيبدأ عملية antibodies يلتصق بقضية ال-RPC طبعا antibodies تكون الثرومباي لما تكون الثرومباي حصل بلوك للblood فبالتالي بدأت عملية في الأطراف يحصل اللون يتغير من عملية من الوايت إلى البلو دي سموها renoid phenomena كمان في حاجة ثانية نسميها الأكرو ساينوزيس أكرو ما معنىها أكرو في extremities وساينوزيس معنىها blue وذي بيكون غالبا في blue discoloration موجود وغالبا بتظل إلى فترة معينة في persistence بالنسبة لها وممكن بعد فترة تختفي النقطة الخامسة والمهمة جدا في pathophysiology إنه عملية بيحصل activation complement لأنه IgM لو ما يحصل activation complement بيحصل عملية في blood visil يحصل intravascular hemolysis وهذه نقطة مهمة ولذلك لو ما يحصل intravascular hemolysis هنشوف عملية hemoglobin yuria النقطة الثانية أثناء during activation of complement في معنى C3B بيطلع لما يطلع C3B يلتصق على RBC لما يلتصق على RBC هذا C3B لسpecific receptor على الماكروفيج اللي موجودة في الكافر سيل في الليفر فتكون receptor يسموها كده يسموها C3B receptors تروح تعمل لقضية RBC اللي منتصق عليها C3B ويحصل عملية destruction ونقول عليه extra cellular لكن في cold يكون قضية intravascular hemolysis هو الأساس طيب نقطة مهمة جدا طالما قلنا intravascular hemolysis معناها في hemoglopine يوريا لو نقيس عملية الهيptaglopine سنحصل ناقص كمان نقطة ثانية كيف نعمل عملية lab diagnosis هذا السكيم اللي عملنا احنا الآن شغلنا كله في قضية intravascular hemolysis واليوم هنتكلم على آخر واحد اللي هو قضية cold autoimmune hemolytic طيب النقطة الثانية في الدياقروسوس مهمة جدا ممكن نشوف agglutination في التيوب تكون واضحة تماما agglutination في التيوب للRBCs وتكون واضحة النقطة الثانية احنا اتفقنا على قاعدة ثلاثة 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 واحد 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 الثلاثة الأولين اللي هما hemoglopine RBCs count الهيماتوكريت دول كلهم هيحصل لهم بكريز اكيد انه حصل destruction انيميا والانيميا بتكون mild لكن هنا في نقطة مهمة جدا هنا هيحصل الRBCs هتقل بشكل لا يتناسب مع كمية الهيموغلوبين ولا مع الهيماتوكريت وهذا منطق هتقل بس هننقول عليها false ليش هتقل انه حصل aggregation للRBCs فلو ما حصل aggregation للRBCs الجهاز ما عدهمش يعني ما عدش القضية الRBCs فبالتالي هيحصل decrease في قضية الRBCs بشكل واضح طيب النقطة الثانية ان الMCV والMCH والMCHC كلهم دول normalcytic نورموكروميك لكن هيظهروا لنا في النتيجة ان كلهم high ونقول عملية كل high ذا false ليش false زي ما انتم شايفين في الصورة شايفين كيف حصل aggregated agglutinated للRBCs فلكم ان تتصوروا الجهاز يروح يقرأ ثلاث اربع RBCs مع بعض فتبان عملية كبيرة نفس الوضع بالنسبة لقضية الMCH والMCHC حنشوف كمية الهيموغلوبين داخلهم كمان عالي جدا ولذلك لأهمية هذه النقطة تعالوا نشوف هذه الحالة هيموغلوبين لشخص 8.5 الRBCs 1.3 والهيموغلوبين 14 شايفين كيف الRBCs قل فعلا ولا يتناسب قضية عددها مع عملية الهيموغلوبين والهيموغلوبين شايفين الMCH 115 والMCH 168 والMCHC 59 يعني تخيلوا احنا كحد اقصى في الMCHC ما يتجاوز 48 كحد اقصى الآن 59 طالع فذي واحدة من النقاط الاساسية وطبعا على طول البلد البلد فيلم بيكشفها تماما طيب الآن اتفقنا الواحد الاول اللي هو RDW اكيد هيكون increase لهذا الموجود وعمليات والأغلوتينيش للRPCs النقطة الثانية البلد فيلم بالتأكيد زي ما قلنا هيكشف الموضوع اكيد هنشوف أغلوتينيش هنشوف عملية البوليكروميزيا هنشوف أنيسو بايكلوسايتوزيز الواحد الاخير الريتيكولوسايت هيكون increase طبعا لكن في نقطة في بانا لابد تكون في ذهرنا ممكن يحصل decrease لسبب بسيط لأن الانتيباضيز اللي هي الاي جي ام اللي عملت destruction و aggregation للRPCs ممكن تروح لقضية للRPCs precursor في البولمرو وبالتالي تكسر مصدر الخلية اللي حتتحور الى RPCs وبالتالي أكيد هتقل عملية الريتيكولوس النقطة اللي بعدها عاوزين نعمل confirmatory test والconfirmatory test احنا على طول نقول direct comp test تعتبر كconfirmation test انا نشوف ايش ما هي ما هي direct comp test direct comp test هي عبارة عن detection وظيفتها بتعمل detection لانتيباضيز او C3P هذه الانتيباضيز او C3P بترتبط على قضية الRPCs او بترتبط كانتيباضيز على الRPCs سواء C3P او انتيباضيز يرتبطوا على قضية الRPCs على service حق الRPCs طبعا ارتباطهم هذا يحصل عملية no visible agglutination ما نشوف ش الагglutination هذا خالص فوظيفة الكمبتست يظهر هذا لو في انتيباضيز على cell surface على الRPC surface او C3P على الRPC surface يظهر هذا المولكول المرتبط طيب كيف نعمله نعمله كالعاتي او الكمبتست بتكون من ايش هو عبارة عن anti-human gloplin عبارة عن IgG يعني antibodies ضد antibodies antibodies بيرتبط بالFC portion او antibodies بيرتبط بالanti C3P احنا بالتأكيد زي ما قلنا الRPCs لو يحصل لها coated بالantibodies او coated بالC3P هذا الكوت يعني ما هوش visible خالص ما نشوفش يعني visible agglutination خالص وبالتالي ايش نعمل نروح نجيب الكمب تاست اللي قلنا عليه anti-human gloplin وشايفين هنا على الشمال في RPCs ارتبط بها antibodies وعلى اليمين في عملية RPCs ارتبط بها C3P فنعمل الآتي يعني الكمب تاست اللي حنضيفه اللي هو عملية anti-human gloplin اللي هو عملية IgG حيرتبط بالFC portion وبالتالي حيعطينا visible agglutination نفس الوضع بالنسبة للC3P حيرتبط الantibodies بالC3P وحيعملونا visible agglutination طبعا في حاجة بنسميها polyspecific وفي حاجة بيسموها monospecific الpolyspecific الاتي انه في معنا الpootels حق عملية ال reagents اللي هو IgG بتكون عملية في antibodies للFC portion لل IgG وفي antibodies للC3P لكن لو طلعت هذه positive احنا عاوزين نتأكد هل هو هذا الantibody اللي ارتبط هل هو للFC portion للIg أو لقضية الanti C3P فنروح على طول نعمل المونو specific ما معنى monospecific ان في بوتلز خاصة لقضية الFC portion للIg وفي other بوتلز خاصة للanti C3P فنروح نشوف قضية اذا طلعت positive نستخدم المونو specific ونشوف هل الantibody اللي ارتبط هل هو خاص لعملية الFC portion للIg أو للC3P طبعا هذه عشان نعمل فقط classification هل هو C3P وهل هو IgG وحنعرف الinterpretation ايش الفايدة منها الان كيف يعمل الinterpretation احنا الآن اتفقنا لو طلع الpoly specific احنا اتفقنا ما هو الpoly specific عبارة عن عملية الFC portion للIg والanti C والanti C3P يعني للاثنين فلو طلع negative negative في الكل معنى هذه negative لكن لو احنا شاكين نعمل flow cytometry فقط نتأكد طبعا الpoly specific احنا الآن بالنسبة لنا الanti IgG والanti C3 ذو بنسميهم monospecific لانه كل واحد لو طلع الpoly specific positive وطلع الanti IgG positive وطلع الanti C3 positive نجي نقول the warm otomine hemolytic anemia لو طلع الpoly specific positive والanti IgG اللي هو الFC portion negative وبينما الanti C3 positive معناها نقول the cold otomine hemolytic anemia لو طلع الpoly specific positive والanti IgG positive والanti C3P positive ذو يقول عليها warm otomine hemolytic anemia طيب في نقطة مهمة احب نشير لها تماما في بعض الكتب يقول انه عملية الرياج حق الكوب هو عبارة عن IgM فبالتالي في معنى IgM هو يمثل الرياج فبالتالي لو نحط على عملية ال RPC اللي عليها IgG حيعمل عملية ما نسميها حيتحد بال IGG وحيعمل عملية visible aglateration او انه عملية لو ما نحطوا العملية لل C3P IgM هو Anti-C3P فحيلتصق لهم حيلتصق العملية بال RPC اللي عليها C3P وبالتالي حيعمل عملية visible aglateration هذه هذه فقط بالمواحدة لانه احنا بالنسبة لنا العام هو الرياج حق الكم test هو عملية IgG IgG ال F-C portion و IgG against anti-C3P لكن عملية response لل steroid بيطلع عملية APE positive وذي false positive يعني تخيل نتيجة الantibodies فبيطلع عملية agglutination في A وفي P وفي R H فبالتالي هذه نقطة مهمة جدا كيف نروح نعملها عشان نعملها طبعا هذه في Blood Bank بيعملوها يروح يخذوا ال RPC ويخلوها وورم عند 37 درجة مائوية لمدة ساعة أو 60 دقيقة ويحطوا معها كمان Auto Control اللي هو O Group فبالتالي عشان بس يتخلصوا من قضية ال Cold Antibodies هذه نقطة مهمة كمان ساعات تحدث مع عملية cross matching وهذه قضية كمان تحدث في قضية Blood Bank هذه الأشياء الأساسية بالنسبة ال Cold Autoimmune Humerotic Anemia كنت معكم في المحاضرة السابقة حول Definitions Pathophysiology Lab Diagnosis Treatment بالنسبة لل Cold Autoimmune Humerotic Anemia شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته